طيب كابتن أحمد برضو مهم جدا أن احنا نعرف أهم مواطن القوة والضعف في نادي الترجي من وجهة نظرك أكيدا كابتن في ما بين الخط اللي هو ما بين الدفاع وما بين نص الملعب مهم جدا أن نستغل دي لأنه بيبقى فيه جاب كبير جدا ما بين خط الدفاع وما بين نص الملعب نقدر نشتغل فيه بشكل كويس اللعبة بين الخطوط هيفرق معنا بشكل كويس عشان كده كنت بقول لحضرتك حتة لعبة الكورة هي اللي هتفرق بتلعب ما بين الخطوط بشكل كويس السرهات استغلال وسام أبو علي في التحركات ما بين السرد باكين دايما كل الكورة العالية جابتن هتلاقي فريق تراجي واخدها لكن الحاجات اللي هتبقى في الأرض اللي هي السرهات اللي ما بين الخطوط شكرا تبركز على اللي عنده المهار اللي عنده المهارة اللي هو يقدر عنده حتى مهارة الباص زي إمام زي أفشة اللي هو يقدر يعمل لك باص مؤثر مع السرعات بتاعت وسام أبو علي مع أن أنت دايما برسيته وبيطلب الكورة في رجله دايما برسيته وخطورته هو في واحد على واحد أنه هو عنده حلول أنه هو يقدر يعدي من الناحية اليمين زي دا النحية التانية حسين الشحاب دايما بطلب الكورة في اللي هو مفتاح لعبه مهم أعتقد أن بعض اللعبة دي لو فائقة وفي حالتها تقدر تستغل نقطة ضعف الفريق ترجع كي لو أنت مرسول كولر هتقول اللعبة تركز على إيه الفترة دي الفترة مش الماتش الفترة دي من النهاردة بكرة هيرجع التمرين إدى يومين أجازة وبكرة هيرجع التمرين ويبدأ التمرين من بكرة إن شاء الله هو استعدادات للمباراة النهائية هو يبقى مركز أن اللعبة طبعا هيبقى تبقى مضغوطة هتبقى مضغوطة بشكل كبير أنه هو يخرجهم إزاي بره الضغوط دي ودي دا دور هو كمدير فني اللعبة هتبقى مركزة بشكل كبير لكن فيه تركيز كابتن زيادة لما بيبقى يعني تركيز أعلى من العادي ممكن دا بيسبب مشاكل في المباراة وحطة التصرق بيسبب لك مشاكل ممكن أخطأ في الباص أخطأ حتى في أن تتنفذ طريقة لعب الراجل في بعض اللعبة منفعش تفقد الكرة بسهولة النهاية بتوصل لها دايما في بعض اللعبة ومنكمن أمهم إما معشور أو أفشل من الموجودين دايما اللعبة تبقى عندها سقة أنها تديهم الكرة لأنه عنده الحل دايما برسيته عنده الحل دايما حسن الشحة عنده الحل فهنا بعض اللعبة دي لو مش في حالتها أو لو في توتر زيادة أو لو مركزين بشكل أكبر ده بيأثر على أداء الفني للعيبة لكن الخروج بره الضغوط ده دور الجهاز الفني مع اللعبة ده أولا طبيعي طبيعي كلها كابتن هتلاقي من بعد المباراة الأولين قفلين على نفسهم بشكل كويس بطالب طبعا اللعبة السوشيال ميديا يعني قفل السوشيال ميديا الإسبوع دوت الترجيب بشكل أكبر على طريقة لعب الراجل اللي هي العربيها اللي أكيد محفظهم طريقة لعبة معينة تأسيمته حتى للمباراة أول ربع سعني نشتغل إزاي تاني ربع سعني نشتغل إزاي أعتقد اللعبة لو في كامل تركيزها بس بدون تسرع أعتقد الأداء الفني هيبقى في أفضل حاليا الترجيب السندي تتفق معاه أو تختلف مع ربش لكن الترجيب السندي له أسلوب مختلف دفاعي أو هجومي ولكن هو أسلوب مختلف عن السنين السابق للترجي اتكلمت مع حضرتك ما بين السطور مدير فني عامل شخصية لفريد ترجي مدير فني بعكس الترجي السنين اللي فاتت عامل شخصية دفاعية لفريد ترجي مدرب محفظ لعبته طريقة لعبه معينة سواء دفاعية حتى لو بيدفع كويس بيقفل مساحات إزاي مدرب بيقرأ نقطة الضعف والكوة في الفريد المنافس لا معاه مدرب كبير فارق مع شخصية الترجي عشان كده كان وصل فينال وده الوقت بيلعب فين الأممنادي الأهلي مدرب فريد ترجي وفارق بشكل كبير جدا سواء في الناحية الهجومية أو في الناحية الدفاعية مع ده أنا دي الترجي